الآن عندنا بعض الطلاب لا يدرس في الحرم وحتى بعضهم لا يأتي الحرم لما تأتيت للمدينة أصلاً إذا لا تأتي الحرم بعض الناس في السنة الرابعة يعني آخر سنة آخر مستوى الثامن يبدأ يفكي في الحج بعض الناس في الالتعام الأخير في السنة الرابعة وعندما تسألوا عندما تسألهم لماذا أول ما جاءت السعودية ذهب وتفصيل الثوب سعودية والشماغ البسام هذه الأشياء والسيارة وكذا لماذا عندما تأتي أولاً إلى مدينة ستأخذ كلمة، كفلنة، شماغ يا أخي هذا الذي تدرس في الجامعة الإسلامية مفاتيح فقط ما تتعلم في السلامية الإسلامية هي فقط المفتاح المفتاح الحرم لابد أن يكون حضور الطالب في الحرم أغلب الوقت يكون في الحرم ما جاءت لتنام في السكن يا رجل مشكلة والله بعض الطلاب يعني سبحان الله ها العلماء الآن مثل الشيخ أنا أحفظه الله الشيخ عبد المحسن عبد يعني هذه نعمة من الله الشيخ الآن تحظر لديه وتراول تنظر إلى سمته إلى علمه نعم 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 نعم